وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى His blessings come in different shapes, different forms, in different ways And one of the greatest blessings Allah has blessed us with Is to have the religion of Islam as a religion And to be allowed to study the religion from people of knowledge With me today إن شاء الله تعالى is الشيخ خالد المشيطح حفظه الله تعالى وراعه The shaykh is a student from the students of shaykh Muhammad ibn Salih al-Buthayyin And the shaykh is not just an ordinary student Rather he's from the prominent students of the shaykh And wallahi I spent the last couple of days with the shaykh I've learned more from his etiquettes and the way that the shaykh carries himself and his manners Today the shaykh Khan will walk, he's a mareed, he's very ill He took three pills, he's back, he couldn't even wipe his shoes But he still came to benefit us and to teach us and educate us And this subhanAllah itself is a lesson So the last thing that we would want is to show bad manners and bad etiquettes And then we walk out of the class while the shaykh is talking Brothers please inshaAllah ta'ala come with good manners and etiquettes And the translator inshaAllah ta'ala is going to be our brother Shaykh Abdul Wahid Stevenson, a graduate from the Jammah A better translator inshaAllah ta'ala So without any further ado, we will be in the life of Kareem So without any further ado, we will be in the life of Kareem So without any further ado, we will be in the life of Kareem Allahumma sall wa sallim wa sallim wa barik Allahumma sall wa barik المجالس والقرآن والسنة فنحمده سبحانه ونشكره ونثني عليه الذي صرف قلوبنا لمثل هذه المجالس التي تقضى بها الأعمار وتصرف فيها اللحظات فإن عمر الإنسان الحقيقي هو العمر الذي يقضيه في طاعة الله عز وجل وإلا ما عد ذلك فإنه سيسأل عنه يوم القيامة ولن تسول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه فإذا أفنيت عمرك في مثل هذه المجالس أعلم أنك على خير وأنه أدريد بك الخير وبعد شكر الله عز وجل أشكر قضية الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الواحد الذين اجتهدوا وتسببوا في مثل هذه اللقاءات والذان يجتهدان في إقامة الدروس والمحضرات وتوعية الناس وإرشادهم وتوجيههم فعلينا أن نبارك هذه الجهود وأن نضع أيدينا في أيديهم وأن نشجع مثل هذه الجهود وهذه المجالس بالحضور تذكير الآخرين باغتنام فرصة حضور مثل هذه المجالس أيها الأحبة وهذا اللقاء سيكون بإذن الله ما دمنا على بواب هذا الشهر المبارك شهر رمضان سيكون عن مفضرات الصيام ثم بعد ذلك سنكته المجال فمن أراد أن يسأل أو أن يكتب سؤالا سواء كان عن الصيام أو عن الزكاة أو غير ذلك من أحكام الشريعة فالباب مفتوح للجميع فما سنذكره عبارة عن مقدمة لهذا المجلس المبارك المفضرات أيها الأحبة هي مبتلات الصيام والصيام أيها الأحبة هو الإمساك عن المفضرات من طلوع الفجر الثاني إلى قروب الشمس لا بد للمسلم أن يمسك عن هذه المفضرات والمفضرات منها ما هو قديم تكلم عليه العلماء رحمهم الله تعالى ومنها ما هو جديد استجد بسبب ترق العلم وتطور الطب وتوسع الصناعة والتقنية فاستجد عندنا كثير من المفضرات التي لم يتكلم عليها العلماء رحمه الله تعالى بأعيانها وإن كانوا تكلموا عليها بما يماثلها وبنظائرها وأصول هذه المفضرات أيها الأحبة موجود في كتاب الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ذكر أصول المفضرات وأصول المفضرات ثلاثة بينها الله عز وجل في سورة البقرة وبقية هذه المفضرات في الجملة ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة الأول الأكل والأكل هو إيصال جامد إلى المعدة والثاني الشرب والشرب هو إيصال مائع إلى المعدة والثالث هو الجمع قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الله وقال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسانكم ففي هتين الآيتين بيان أصول المفضرات وأنها ثلاثة الأكل والشرب والجماع الجماع هذه وصول مفضرات هناك مفضرات ملحقة بهذه الوصول فمنها إخراج المني إخراج المني هذا ملحق به الجماع وإخراج المني ذكر العلماء رحمه الله تعالى له أقساما قسم الأول إخراج المني بالمباشرة كما لو باشر زوجته حتى خرج منه المني فهذا مفضر في الحديث القدسي في البخاري يقول الله عز وجل يدعو طعامه وشرابه وشهوته وشهوته من أجله فقوله تعالى وشهوته يدخل في ذلك شهوة الجماع وكذلك أيضا يدخل شهوة إخراج المني فنقول إخراج المني القسم الأول إخراج المني بالمباشرة كما لو باشر زوجته حتى أمنى فهذا مفضر القسم الثاني أيضا إخراج المني بالاستمنى فإذا استمنى فإنه يبطل عليه صيامه باتفاق الأئمة القسم الثالث إخراج المني بتكرار النظر فإذا كرر النظر حتى أخرج المني فإن صيامه يبطل عليه هذه ثلاثة أقسام يبطل فيها الصيام بإخراج المني ثلاثة أقسام يخرج فيها المني لكنه لا يبطل الصيام مما عفى الله عز وجل عنه اسم الأول الاحتلام فإذا احتلم في منامه وراء جماعا وخرج منه المني فإن هذا قد رفع القلم فيه رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم النائم حتى يستيقر الثاني الثاني اخراج المني عن طريق التفكر فإذا فكر في أمر جماع حتى خرج المني فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيحين إن الله تجاوز لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل والثالث اخراج المني بنظرة فإذا نظرة ثم خرج لم يكرر النظر وإنما نظرة ثم خرج منه المني فإنه لا يبطل صيامه لأن النظرة أو نظرة الفجأة هذه مما عفى عنها الشارع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة كذلك أيضا أيها الأحبة من المفدرات خروج دم الحيض خروج دم النفاس وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى في حديث أبي سعيد البخاري وغيره تقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاض لم تصل ولم تصم وتقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فالأمر بقضاء الصوم يدل على فساده بخروج دم الحير ودم النفاس كذلك أيضا مما يكون مفترا من المفترات خروج دم الحجامة إذا احتجم المسلم فإنه إذا خرج منه دم الحجامة وتسبب ذلك إلى ضعفه فإنه يقصد عليه صيام ففي حديث ففي حديث أوس رضي الله تعالى عنه وشداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحاجم والمحكم هذه أيها الأحبة بقين أيضا من المفترات تعمد إخراج القي فإذا تعمد إخراج القي فإن أكثر أهل العلم يرون أنه يفسد عليه صيام وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القي فلقضى عليه ومن استقاء عامدا فليقضي وهذا الحديث أين كان أنكره لإمام أحمد إلا أنه جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأيضا كما قال ابن تيم يا رحمه الله قال بأن استقراء أدلة الشريعة تدل على أن ما كان فيه استفراغ ما كان فيه استفراغ شيء من البدن فإنه مفضل بسم الله بإمكاني الله سبحانه وتعالى who has made it possible for us to congregate and together performing what is like or this type of ibadah which is from the sittings and the gatherings where Allah's mercy is descended and his sakina gatherings and sittings upon the Quran and upon the sunnah the message of Allah صلى الله عليه وسلم and then he said that we he praises Allah سبحانه وتعالى who is the one who has turned our hearts and made it you know lean towards sittings of knowledge he said then he said that because the time that a person spends the reality of the time that a person spends is i.e. the real time that a person spends is the time which is spent in the obedience of Allah صلى الله عليه وسلم that's the time which is true time or true valuable time and then he mentioned in that regard the hadith and the message of Allah صلى الله عليه وسلم that the worshipper he won't move on yawmul qiyamah he won't move from the place where he's standing except until he's asked about five things and from them is his youth or his how he spent his life basically how he spent his time after thanking Allah the shaykh thanked the organizers of this Torah or this these muhadirah who spend their time and efforts in calling people to the deen and he said that upon us all is to assist and to support and to help in whatever way we're able to help in these types of muhadirah by for example attending firstly also as well inviting other people to attend and reminding others to attend as well after that the shaykh said that as we're at the gate or we're at the beginning soon of the month of Ramadan then it's suitable for us to speak about the things which nullify a person's fast that's going to be the topic of the muhadirah the things which nullify a person's fast and then after that he's going to open the floor for questions either on the fasting or on zakat or anything that you want to ask questions about he said that he said you know my beloved brothers he said the things which nullify your fast are the things which nullify your fast and he said fasting is a person remaining or abstaining from the muhadirah the things which break your fast from the from fajr up until the sun sets and this is the definition of fasting regardless of the things that nullify your fast which is mentioned in the definition then there are the things which were known in the past and are mentioned in the books of fiqh but at the same time there are also things which are recent contemporary issues which were not present in the time that the books of fiqh were authored due to for example technological advances and due to for example how things they made today produced and the industry and stuff like that so he said there's many things that the ulama of the past they didn't speak about them specifically i.e. them actual things specifically however they spoke about even why they spoke about things which are similar to them and he said when you look in the Quran you find that the foundation or the basis of things that break your fast are free eating drinking and sexual intercourse these are the basis and as for eating then it is putting something solid into your that reaches your stomach as for drinking then it's a fluid that you put in your mouth that reaches your stomach and as for and then he mentioned for example he mentioned after that the evidence for that from the Quran which is in Surah Al-Baqarah where Allah says eat and drink up until the white line becomes until day becomes apparent basically and also as well the ayah where Allah says and your wives are the night of the nights of fasting is for you to have intercourse with your wife as well the meaning of the ayah the nights of fasting ayah at the night time is for submissive of you to have intercourse with your wife so there are mufattirat the shaykh he said that are connected to these ones as an example he gave ikhraj al-mani his author ikhraj al-mani which is ejaculating semen is connected to intercourse i.e. ejaculation of semen is connected to intercourse and when it comes to ejaculation of semen then it's three types or the types in which it nullifies and breaks your fast is in three instances because there's three instances in which ejaculating semen doesn't break your fast the three instances in which it breaks your fast is first if a person ejaculates after having after having mubashara with his wife mubashara here it means not having intercourse but having what's the what would be the translation i don't want to use the word humping but foreplay foreplay with your wife if you have foreplay with your wife then it breaks your fast based upon the hadith of the message of allah the hadith qudsi where allah says in relation to the person that's fasting he leaves off his food and his drink and his desires for my sake for the sake of allah so here even off his desires it means that he leaves off it means that if a person ejaculates with foreplay then his fast is nullified by that likewise the second category is when a person ejaculates due to masturbation he ejaculates due to masturbation this according to the consensus nullifies a person's fast the third time is when he for example looks at something which arouses his desire so he looks at for example a woman for example and as a result of looking at a woman more than once i staring at her he ejaculates this also nullifies and breaks a person's fast there's three times when it doesn't break your fast when ejaculation or doesn't break your fast doesn't break your fast in three situations the first situation is when a person has a wet dream and this is based upon the hadith of the message of Allah when the pen is being lifted from three people is a person who is sleeping up until he wakes up the second is if a person thinks he's thinking about relations or thinking about something like that and ejaculates through thinking it doesn't nullify a person fast this is based upon the statement of the message of Allah that Allah has overlooked the three things overlooked what they think their thoughts so long as they don't verbalize it or speak about it the third one of the things in which when you doesn't break your fast is when a person looks for example at a woman and ejaculate but it's not because he's looking at her repeatedly repeatedly in this case it doesn't break your fast and the sheikh he mentioned the hadith as evidence for that that when the messenger of Allah was asked about looking at the opposite sex he said the first look is for you and the second one isn't so if it was just a look and the person ejaculate then it wouldn't break your fast in that case and he mentioned the second thing from the things that nullify a person's fast is in the case of women menstruation and also post natal bleeding and this is by consensus of the ulama they have ijma that these things break your fast the evidence that the shaykh mentioned is the hadith of the hadith of the message of allah said when she if isn't the case that when she's on her men she doesn't pray and she doesn't fast this shows and then we said that we used to be ordered to make up our fast this shows that the obligation to leave off this shows that it nullifies the fast after that the shaykh mentioned from the other things that nullify the fast is the person having hijjama blood coming out through hijjama if this he he to be then this the fast hijjama if it leads to the person becoming weak then this breaks the fast based on the hadith of the message of the person that does hijjama and his had is af after he broken their fast after that the shaykh said also to make yourself vomit breaks your fast according to the majority of the scholars he mentioned a hadith for that and the hadith whoever vomits then there's nothing but if he forces them to vomit then he breaks his fast the shaykh said even though this hadith there's some speech concerning its authenticity i.e. Imam Ahmed didn't consider it to be authentic there's other evidence that supports making yourself vomit i.e. putting your fingers in your mouth to make yourself vomit as opposed to vomiting not out of your own choice we're speaking about a person that forces himself to vomit he says that this is mentioned in Ibn Umar and also Ibn Taymiyyah he mentions that makana if a person forces to come out of his body then it's the things that not the father father not it that he has have his heart no he has to to the أثره إلا إذا توفر ثلاث شروط الشرط الأول الذكر وعلى هذا إذا كان ناسيا فإنه لا شيء أعلي في حديث المريرا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومة فإنما طعمه الله وسره فإذا نسي وأكل أو شرب أو نحو ذلك فهذا يتم صومة لا شيء أعلي والثاني الجهل وضده العلم فإذا كان يجهل أن هذا مفضل يعني الجهل إما أن يكون جهلا بالحكم الشرعي وإما أن يكون جهلا بالحال فالجهل بالحكم الشرعي لا يعرف أن هذا مفضل يظنه أنه ليس مفضل فهذا لا يفضل فالجهل أقول نسياني وكذلك أيضا لو كان جاهلا بالحال يعني يظن أنه ليل فبال نهار فلا يطل مدلا أكل يظن أن الليلة لا يزال باقيه وأن الفجر لم يطلع أو أكل يظن غروب الشمس فإنه لا شيء حالي ويندل لذلك حديث أسمى رضي الله تعالى عنه أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الغيب ثم طلعت الشمس هنا عملوا بالظن ومع ذلك الأبن أمر بالقضاء ومثل حديث ساهل وحديث عدي في الصحيحين الشرط الثالث الاختيار وعلى هذا إذا أكره على الفطر أكره على أن يأكر على أن يشرب على أن يجامع على أن يحتجم ونحو ذلك أكره على الفطر فإنه لا شيء عليه قال الله عز وجل إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان هذه أيها الأحبة هي شروط المفطرات هناك كما ذكرنا هناك المفطرات استجدت وسبق أن جمعت هذه المفطرات كلمت عنها في أحد الدروس ثم بعد ذلك جمعت وطبيعت فنأخذها على سبيل الإجمال لكي نفتح المجال للأسئلة بخاخ الربو هذا البخاء الذي يأخذه من أصيب بحساسية بالصدر أو أصيب بالربو يأخذ بخة بختين حتى يوسع الشعب الهوائي فمثل هذا البخاء هذا لا يفطر لأن المناط هو مصول المفطر إلى المعدة هذا لا يصل المعدة وإنما يذهب إلى توسيع إلى الشعب الهوائي وتوسيع الشعب الهوائي كما أن المادة السائلة الموجودة فيها ليسيرة جداً لو فرض أنه ذهب شيء إلى المعدة فإنه يسير جداً وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن أن اليسير هذا أو أنه يعفى عن يسير المضمضة ذات مضمضة المسلم يمج جلمة لا شك أنه يبقى شيء من أثر المضمضة في فمه هذا محفوظ فمثل هذا ما قد يوجد لو فرض أن هذا السائل أو هذا البخاء أو السائل موجود في البخاء أن شيئاً ذهب منه إلى المعدة كذلك أيضاً قال الثاني الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية هناك أقراص يعني بعض الناس يصاب بقلبه تأتي بعض الأزمات يحتاج إلى أن يضع أقراصاً تحت لسانه قرص حبة هذا القرص هذا يمتص عن طريق الحليمات التي تكون تحت اللسان فهو ما يبتدأ شيء عن طريق الحلق وإنما ما تحت اللسان يكون بامتصاص هذه الأقراص فهذه لا تفضل لأن هذا لا يعني لأن هذا لأن كما ذكرنا المناط هو وصول إلى ماذا إلى المعدة نعم الوصول إلى المعدة وهنا لم يبتل شيئاً إلى معدته أيضاً منظار المعدة ومنظها أيضاً مثل منظار الفرج يعني ما هو المنظار المنظار عبارة عن أنبوب يدخله الطبيب عن طريق الفم إلى المعدة لكي يستكشف المعدة ماذا في المعدة من جروح أو ثقوب أو نحو ذلك هذا المنظار إذا أدخل إلى المعدة عن طريق الفم فهل يفطر أو لا يفطر هذا فيه كلام عند العلماء رحمه الله لكن هذا يفطر إذا صاحبه شيء والغالب أن الطبيب قبل أن يدخل المنظار يضع عليه مادة دهنية لكي تسهل دخول هذا المنظار عن طريق الحل إلى المعدة فهذا إذا كان عليه شيء من المواد الدهنية أو شيء من الأدوية وأدخل المعدة فإنه يفطر أما إذا لم يكن عليه شيء من ذلك فإنه لا يفطر كذلك أيضا قطرة قطرة الأنف قطرة عن طريق الأنف هذه الأنف منفذ عندنا منفذان إلى المعدة والثالث موضع خلاف المنفذ الأول الفم هذا منفذ إلى المعدة المنفذ الثاني الأنف الأنف هذا منفذ إلى المعدة ولهذا في حديث لخيط ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لأنه إذا استنشق الماء يذهب إلى المعدة فلقول إذا قطر في أنفه وحسب الطعم في حلط إلى خله فإنه يكون نزل إلى المعدة فإنه يفطر أما إذا كانت القطرة لا تزام موجودة في الأنف فهذا لا يقشر بالنسبة لبخاخ الأنف هناك بخاخات تكون الأنف هذه لا تؤثر مثل بخاخ الربو كما سأل التخدير إذا خدر البدن أو خدر أضن من أعضاء البدن التخدير أنواع لكن الخلاصة في ذلك أنه إذا خدر البدن طول اليوم فإنه يخدر لأن الأئمة يتفقون على أن الإغمى مفطر لو أنه أغمي عليه جميع النهار باتفاق الأئمة أنه يجب أن يقضل كذلك أيضا لو أغمي عليه لو خدر احتيجا إلى إجراء عملية ثم بعد ذلك خدر من طلوع الفجر الثاني إلى خروب الشمس إذا حصل هذا التخدير فإنه يفتر لأن الأئمة يتفقون على أنه إذا أغمي عليه فإنه يجب عليه أن يقضي الصيام أما لو خدر في أثناء النهار كان مفيقا في أوله ثم خدر وأجري له عمليا فأقول بأن هذا جائز لا يفتر ماذا من أنه لم يتناول مفطر مفطر وإنما حصل التخدير فالخلاصة في التخدير إن كان جميع النهار جب وجب القضاء إن كان في بعض النهار فإنه لا يجب فالقضاء ولو كان المعظم شايف مثلا أن فنساء إثناء شكرا إلا ولو كان لو لحظة واحدة فقط يكفي نعم جميع النهارة التي لا بعملها لغني كاملة لبسكرة لغني كاملة كلما تستطيع أن تكون فقط بالبيتات أني تكون مددت لإهتمام الصغري في الإسلام في الشركة في القرآن والسلطة فموضى يوجد إمرهام وموضى خلال المبucle في المبكسى فؤلاء الثالثة كل 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 الانتغرر وفضل للشركات والآهاية في الجميع على النعية مثل تخطير من الأطول فليل فلن تنظر في المال فالشال فلا فلن فلن فن اجتماعي وهي امه لك يجبه أنعه So the opposite of remembering something is forgetting it. If a person forgets that they are fasting and eats or drinks with the life their fast is considered valid. The second one is they have to be knowledgeable about that action. They can't be ignorant of the fact that this thing is something that nullifies your fast. Or they can't be ignorant of the status. When it comes to Jahl, in fasting it's one of two types. شخص وتعالى لأن يسعني إلا تتعيش على الأطيس فم أنه لأنه لا يريد إنه عملي هو عملي هو عملي هو قلقه أعني إلا أنه إلا تعتمار ، أعني إلا تعتمار قلقه والأطيس في الم ليس إليه عنه أن أعطيته لأن يو sticky Continues eating, thinking that it's still night time Because it's cloudy or something And then he realises that it's day time So he's eating at night time thinking that it's still night time But he realises afterwards that it's day time He was ignorant of the حال In this case he is fast is still valid Or He breaks his fast because it's got dark And he believes Maghrib has come in And then it becomes apparent that Maghrib hasn't come in yet then his fast is still valid because he was ignorant of the hal of the situation and the other one is if he's ignorant of the he's ignorant that this thing in and of itself nullifies his fast any of the things that nullify fast if he's ignorant of the fact that it's considered a nullifier of the fast then in that case it doesn't nullify his fast and the last one is if a person breaks his fast out of duress he didn't want to do it but he was forced to do it the person is forced to break his fast not because he wants to then in this case he's not considered having broken his fast and the sheikh he mentioned evidences for all of these after that so now we've learnt the things which the scholars mentioned as nullifying your fast and we've learnt also as well the three conditions that have to be present for a person that does something which is considered impermissible for the impact to have an effect now the sheikh he said he's going to speak about contemporary issues which are not mentioned in the books of fiqh of old based on the fact of them not being present at that time whether they break your fast or don't break your fast and he said he did a mahadra on this topic where he did the research and he also compiled it in this booklet form which has been printed and published and published as well insha'Allah and if you want copies of it then insha'Allah you can get it from or insha'Allah it can be sent to you the first one that the sheikh he speaks about here is the asthma inhaler asthma inhaler it doesn't break your fast it doesn't break your fast we said the reason why with regards to asthma inhaler what does it do it goes to your lungs first and foremost to help you breathe it doesn't go to your stomach and from the from the the thing that breaks your fast is something that goes to your stomach not goes to your lungs and if used if for example even if a small amount does go to your stomach a small amount that small amount is pardoned or something which is overlooked small amount of something or something which is overlooked and the sheikh gave an example he said that scholars say that when a person does madmada if he does madmada it's likely that there's going to be a small amount of water from the madmada that stays in his mouth that enters into his stomach a small amount but yesir a small amount is something which is overlooked the second thing which he mentions here in this in this booklet is a tablet that a person due to a heart condition puts under his tongue and he has to leave it under his tongue and it gets absorbed but it doesn't get absorbed into his stomach it gets absorbed by the part which is under his tongue this doesn't break your fast either that the sheikh said he said like and then he said that again the same that the thing that makes the fast something goes into your stomach after that he mentioned I don't know the terminology for this but when you get a you get something put put down your throat into your stomach to see inside your stomach does anyone know what it's actually called doctor endoscope or it's called the endoscope if you have something put into your stomach to see inside your stomach it doesn't break your fast except if that thing usually sometimes doctors put on that endoscope something to make it easy to go down like they put a gel or a type of oil of some sort or they put something on there if it's medicine in this case it breaks your fast so if they put something on it then it breaks your fast but if they just put it into your throat without having something on it then it doesn't break your fast after that the shaykh mentioned the nose drops nose drops he said it breaks your fast the reason why nose drops if it comes to things that reach your stomach it's two places your nose or your mouth those are the two places where anything you put in it it can reach your stomach and this is based upon and we know this is based upon the hadith of the message of Allah said be excessive in making isthinshaq which is inhaling water into your nose except if you're fasting the reason why is because when you're fasting it can go into your stomach so if a person puts nose drops and it reaches the back of his throat for example he takes it there then it breaks your fast but if he just puts nose drops and it remains here then it doesn't break your fast but if it goes beyond then it breaks your fast after that that he spoke about the other thing he spoke about was when you have a general anaesthetic when you have a general anaesthetic if it's from before the time of beginning your fast and for the whole day then it breaks your fast based upon what the scholar is saying for the person that's unconscious for the whole day he doesn't have a fast but if for example the person woke up fasting he began his fast and then he goes and he has this he has this procedure because he's going to have an operation so he has a general anaesthetic during the day then it doesn't break his fast and his fast is considered valid now much more than I can afford بقطرة الأذن وكذلك أيضا غسول الأذن قطرة استخدم في الأذن أو غسل الأذن هل هذه مفطرة أو غسل الأذن هذه ليست مفطرة قطرة الأذن هذه لا تفطر أو المراهم أو الدهونات تتخل في الأذن هذه لا تفطر لأنه ليس هناك اتصال بين القناة السمعية والجهاز الهضمي ليس هناك اتصال فمثل هذه الأشياء لا تفطر لكن بعض الأطبة قال إذا خلقت طبلة الأذن إذا كانت طبلة الأذن مفروقة واستخدمت مثل هذه القطرات ممكن تذهب إلى الجهاز الهضم فنستدني فنستدني ما يتعلق بما إذا كانت الطبلة مفروقة إذا كانت مفروقة يقول لأنها تفطر قطرة العين أو المراحم التي تستخدم في العين وكذلك أيضا الكحن هذا كله لا نفطر لأنه طبيا من خلال التشريح ليس هناك اتصال بين القناة الدمعية وبين الجهاز الهضمي وما يولد قد يكون بعض الناس أبو الله أن أجد الطعم في حلق إذا اكتحبت أو إذا وضعت القطرة نقول نعم هذا الطعم ليس لا أن هناك اتصال بين قناة العين والجهاز الهضمي لا هذا الطعم إنما وجد بسبب الحليمات الحليمات الموجودة في اللسان فيتذوق مثل هذه اللسان لجراياها في العوق ولا ليس هناك اتصال ولهذا الفقه الرحمه الله ذكروا أنه لو وطئ على حنظه نوع من الشجع يجد طعمه في حنظه بسبب النفوذ مثل هذه الأشياء فمنذ نفوذ هذه الأشياء هذا الأثر ترجل وتوقع ثم بسببه اشتركوا في القناة 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 بدنه دهونا دهنا ذلك به البدن أو جعل على بدنه لسقه أو مرهما طلبه البدن هذا كبه لا يؤثر لأن كما ذكرنا أن المنافذ للمعدة هي ثلاثة الأنف والفم والشرج هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله الآن استجد منفذ أخير وهو رابع وهو حق حقن الجسم بالجلوكوس بالإبارة المغذية هذا أصبح الآن منفذ من المنافذ المستجد قال أيضا قصدرة الشرائين الشرائين مجال الدم فاصطرتها إدخال ننابي بيها لتنظيف هذه الشرائين وإبعاد ما قد وجد فيها من عقد دموية تؤدي في إحداث الجلطات فهذه لا تؤثر لا تؤثر الغسيل الكلوي إذا حصل عند نسان فشل في الكلة وإحتاج إلى أن يغسل دمه فإن هذا يفطر لأن هذا الدم عندما يخرج ثم يرجع مرة أخرى يضاف إليه شيئا من الأدوية والسكريات ونحو ذلك كما أنه يخرج ثم يدخل يحقن في البدن مرة ثانية وسيأتينا أيضا أن نحقن الدم في البدن أنه مفطر التحميل التي تؤخذ عن طريق الدبر والحفل الشرقية هذا الدبر كما سلفته موضى خلاف بين العلماء رحمه الله الآن هل هو منفذ أو ليس منفذا فإبن تيبي يرى أنه ليس منفذا وعند جمهور العلماء يرون أنه منفذ للمعدة وعلى كل حال الذي يوضع في الدبر إن كانت تحميل أشياء جامدة فهذه لا تضر بإذن الله والثاني حقن سائلة فهذه الحقن السائلة إذا وصلت إلى الأمعاء الدقيقة فكثير من الأطباء يقولون إذا وصلت إلى الأمعاء الدقيقة فإنها تنتص إلى المعدة وحين إذن أحوط أن المسلم يقضي هذا اليوم المنظار الشرجي كما تقدم المنظار الشرجي المنظار يدخل عن طريق الدبر لكشف ما في القلون من تقرحات أو تورمات أو نحو ذلك إلى خرية فهذا حكم حكم منظار المعدة وكما تقدم ذكر التفسير في منظار المعدة منظار الذكر ذكروا لسان قد يوضع فيه منظار أو يوضع فيه أدوية أو نحو ذلك كلها لا تورم يعني ليس هناك اتصال بين الجهاز البولي وبين الجهاز الحظ المسارك البولية ليس بينها وبين الجهاز العظمي اتصال فكثير من النساء يتداوى عن طريق الخطة حميل في الفرج أو الرجل يتداوى عن طريق منظار يوضع فيه ثقبة في ذكره لشيء من العلاجات أو نحو ذلك أو المرأة تأخذ منظار للرحم أو تضع أدوية فيه الرحم ونحو ذلك هذه كلها لا تضر ولا تفضر لأنه كما أسلفنا أنه لا اتصال بين المسارك علم التشريح الآن يقول لا اتصال بين المسارك البولية وكذلك أيضا الجهاز الهضمي التبرع بالدم كما أسلفنا الحجام مفضرة فالتبرع بالدم يكون مفضرة أنه في حكم الحجامة والغالب أنه يضعف البدن أخذ شيء من التحليل أخذ شيء من الدم للتحليل هذا لا يضر لأن الذي يفضر هو الحجامة الحجامة هذه دم كثير يخرج من البدن يضعف البدن أما أخذ عينات من الدم للتحليل فهذه لا تضر لأن الأصر بقاء الصيام والتفضيل لما جاء في الحجام وما كان في معنى الحجام معجون الأسنان كذلك أيضا السواك المعطر هذه لا تفضر لأن الفم في حكم الظاهر ولهذا يتمضمض المسلم بالإجماع ومع ذلك لا يفضر فإذا وضع معجون الأسنان أو وضع السواك المعطر فإن هذه لا تفضر لكن الأحوط للمسلم أنه ما يستخدم المعجون يعني يستخدم الفرشة بدون معجون أو يستخدم السواك الذي ليس معطر لأن المعجون هذا إذا ابتلع الطعام فإنه يفضر تلع طعم المعجون أو تلع طعم السواك فإنه يفضر فالأحوط لك ما تستخدم المعجون في أثناء الصيام تستخدمه قبل الفجر أو بعد وروب الشمس أو تستخدم وإن أردت أن تستخدم فهن تستخدم النسواك غير معطر أو الفرشة التي ليست معطرة لما ذكرنا لأنه إذا بلع الطعام هذا يؤدي إلى إبساد الصغر المضمضة الدوائية والغرغرة الطبية هذه كلها لا أفضل يعني يحتاج إلى أن يتمضمض بشيء من الدواء أو يغرغ بشيء من الدواء لأن الفم كما ذكرنا في حكم الظاح ولهذا يتوضى المسلم ويتمضمر والمضمضة واجبة كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله فالفم في حكم الله أخذ هذه الدواء فمضمض به أو غرغر نحو ذلك ما دام أنه لم ينفذ إلى المعدة فإن صيامه لا يزال باقي أيضا مثل حفر السن وخلع السن وعلاج الأسنان وزراعة الأسنان هذه كلها لا تقدر فخلع السن في أثناء الصيام أو مدلا إلاج الأسنان بالحق أو بالليزر أو نحو ذلك أو زراعة الأسنان هذه كلها لا تفضل لأننا ذكرنا أن الفم في حكم ماذا في حكم الظاحل لكن لو تلع شيء من الأدوية ونحو ذلك أثناء معالجة فهذه يفضل بها ترجمة نانسي ومع ذلك النافذة لأسفلات ومراهم والسعيقات والعالجيه هذه المنافذة تضع هذه المناطيات التي تشغلها لا دهاء منافذة هي الأنفذة التي تعجبها إذا كانت مؤمن خلال على منتجه على منتجه عمله مؤمن خلال على منتجه فهل تعلم على منتجه فهل تعلم على منتجه ومعنا أماكن من التجارة وأخرى لا يدفع في منتجه فهل تعليم بشكل صبع بعد ذلك لديه سيخ قصرة الشرايين قصرة الشرايين أعتقد أنه يضع قصرة الشرايين لتنظيف الشرايين اعلم الشرايين هي بيين بيين الطيقة تتفقد الى بيين لا تغلقكك بالقوة أبدا أقول حين يحضر للغسيد الخالي عدي pounds ألالك إنه يحضر للغسيدة لا يحضر الى بارك السيدات إنه يحضر للغسيدة وغير من المفترض أن تكون الأولى ما يحضر الي براء يتعون إلى أنه ستواجر أو مدسسي وكذا يتقوم بخصوص بها هذا يتقوم بخصوص بخصوص بعد ذلك الشيخ يتحدث عن محبظة وقتك فيها التحامير التسفين التفكير المحبظة ما يتحدث عن الشيخ ما يتحدث عن التحامير التسفين ايه لا يوجد مستخدام ايه 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 كتبين أسافل وخارجها، سيديك من قبل سيديك من تجربة جميعها مكتوبة ونسى فالسيخ أكبر، وأنك لا يجب أن يكون منافقات الى الناس ومع أيضا، فالسيخ، إذا كان لكما تجربة جميعها، سيديك من قبل سيديك من قبل ، الصورة الزرائية والهوطي ويساعدت الأمر فصد وينتغيّ عدد السؤال والتعلم يومين البتبع دمت إلى تلتشفت الغرائية ليس في تلتشفت ومجب أن تلتشفت الهوطي مجموعة الهوطي طويلة بلتشفت الهوطي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر إنه تغير Lovel. مجابلت أنت مجابلت! أعتقد أعتقد أنها تغيرها في زمن كشيخا. ولا تغيرها في أي فعره. تغيرها في زمن كشيخ. بعد ذلك فتباه عنه في أي شريع أن تعيش به مجابل لكي تغير وهو على الأخذ أمان تغيرها البحرات لكي تغيرها اتزادها الأخذت في حديث أو تغيرها الأخذات ايوالا عبا ما يتعلق بالاسنان المتحركة فإذا بعض الناس يركب بعض الأسنان المتحركة التي يتمكن من نزعها وإعادتها فإذا عادها مرة أخرى إلى فن هذا لا يظهر لأن الفن في حكم الظاهر إلا أن العلم استثنوا إذا وضع فيها شيئا من الأدوية ثم ابتلع هذه الأدوية فإذا وضع فيها شيئا من الأدوية أو المراهب أو نحو ذلك وابتلعها فإنه يفتر أما إذا لم يبتلع شيئا من ذلك فإنه لا يفتر التلقيح الصناعي هذا يفتر الرجل بنرا المرأة يعني بعض الناس لا يرزق بذرية فينجأ إلى ما يسمى بأطفال الأنبيب إذا أراد أن يعمل أطفال الأنبيب فإنه يأخذ من بويضة المرأة ويأخذ من ماء الرجل إذا أريد أن يأخذ من ماء الرجل لا بد أن يستمني فإذا استمنى ثم أخذ من مائه فإنه يفتر أما المرأة فإنها لا تفتر تقدم من ذكرنا أن الاستمنى بأنه مفطر منظار الراحة مترتكيبا لولا هذه كلها كما تقدم كل ما يتعلم بالمسالك البولية بفرج الرجل أو فرج المرأة هذا كله لا يفتر فالمرأة إذا ركبت لولا بنا أو وضعت منظارنا أو وضعت تحميل أو نحو ذلك هذه كلها لاتق أو إشاعات أو نحو ذلك كلها لا تضر الصيام مداوات الجوف والدماء مداوات الدماء هذا لا يفتر لكن مداوات الجوف كما تقدم من ذكرنا أن الجوف منفذ نعم أن المناط هو وصول الأكل أو الشرب أو ما في حكمهما إلى المائدة شرب الدخان هذا مفطر التنويم المقتناطيسي حكم حكم الإغمة كما تقدم من ذكرنا الحقنة العناجية هذه الحقنة تضع في الوليدة أو في العضل ونحو ذلك هذه كانت مغدية مثل الجلوكوس فإنها مفطر إذا كانت الحقنة لا تغدي وإنما هي لتخفيق الألم ونحو ذلك فهذه لا تضر فهذا الذي يضر هو الحقن المغدية فقط الأنسلين بالنسبة لأصحاب السكر هذه لا يفتر لا يفتر المترجم للقناة 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 المترجم للقناة